السلام عليكم السلام عليكم الهديم الجديد اليوم سوف نقوم بتشجيل أسئلة بتحوالية تشجيلات المقبل لا أقلش من الفيديو بالضبط ولكن أعقل على الأسئلة السؤال الأول كنت تقول بأن الإسلام كانت الرسالة من بعد رسول الله محمد عبد الله يعني عدب الإسلام لم يكن قبل بالعكس في القرآن يقول بأن الأنبياء كانوا من المسلمين من نوح لا تذكر أي شيء بأن على آدم من أول أنبياء نوح كلهم كانوا من المسلمين وهذه الآيات المذكورة في القرآن غير في جوجل فقدروا في الانترنت تكتبوا يعني هل كل الأنبياء كانوا مسلمين قبل الإسلام؟ سوف يتلعوا لكن في سورة يونس الآية 71-72 أثلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي يا قوم إن كان قبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليّ ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إلا جرياء إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين سورة البقر الآية 131-131 ومن ينغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله استفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون سورة يونس وقال موسى يا قرم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين حسنا؟ هذا هو الإسلام ما هو الإسلام الذي نعرفه هنا؟ ما هو الإسلام الذي نعتقده في القرآن؟ ما هو الإسلام الذي نعتقده الذي نفهمه؟ حسنا؟ نريد أن نصحه كثيرا للمعاني في القرآن وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمننا وشهد بأننا مسلمين هذه الحواريين لما عيسى كانوا مسلمين خسل المسيحين يعرفون أن يتبعوا عيسى والحقيقة أو الرسالة للعيسى يجب أن يكونوا مسلمين وإن لم يكنوا مسلمين لن يكونوا مسلمين يجب أن يكونوا مسلمين إلا أن يكونوا مسلمين ويصلوا لله أو لا يفهمون الدين الذي يرسل يلتقونه يمكنك أن تقفروا به المسلمين هذه الصورة التي أتركها في صورة النحل نمل آية 44 ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين بالوقت لا تشترك شيئا ولكن ما يمكن أن تجتلك القرآن الأمر لم تفهم أن يقانبينون يقولون لي يبقى أنه يودي وقد يحصلوا إلى ما يقولوني أسلمت أن السؤال حتى يترحوا أسئلة ماذا يتعبون أغلبها هي أسئلة تقاتل كل المتحدة كان هناك قناة تنعلق فيها. يتبعوني كي يجيوتي بقوية. ما هي قولانا هادي هادي فهمتي. لما تفقد قولانا تنطناقض. لما جايش نشرح القرآن يعني هذا صغير على القادر والتقم مصر. القادر حيثنا القادر ذا بلا نقول قادران طادي تفهمه بطريقة بشرحوه الكادوك السحراء. لكن إلا قريت القرآن جيدا فهمتي السياق الآية كاملة اللي تجاه فيها القادر. بالفعل قادرون وقادر تعرف بأن عندها علاقة مش عزكة تمشي وكتر. يقول إياه وهي التقمص. يعني تكون شاملة أشياء منها خاصة صفة عامة التقمص. أوكي؟ على لغة. بالصرح القرآن ودك شيخ سواقس وخصك تكون عندك شوية قواعي تتراجع بزاك. لا أعلم شيء. أنا لا أعلم شيء. أنا كنت أحاول بأي كتبها اللي هذا. كنت ألاحظ فيها واحد التفسير اللي ما سمعته. وما قبل كنت أحاول أن تنطرحوا عليكم. كنت أحاول لكم الجواب. إنسان أنت عقب يقدر يقول اسمي تورك. وشاني ما خصك شدت. تبدأت أنت عندك أنت مصيفتينك مصخر. كنت مصخر جاي ماسكي. دي قيزي. وكتبت أنت تتضرع الإسلام. وأنت ما عندك تعلاقة بالإسلام. حتى ذاك الإسلام اللي يفهمين وإحنا غالطين. النس اللي يفهمين وغالطين. أنا من أنت مبتعدك ما عندك علاقة. أنت غا مصخر. شين مصخر؟ لا تكون لديك الروح أو لديك النفس. حسب لما تصخر. كنت تصخر واحد ناس عقلين وناس أسميته. كنت تستافل. إذا تصخرت بحالة ورأس وصلت. كنت تستافل منه. وكنت تصخرك شفار أو لا. قتال أو لا. فهمت؟ ولكداب. هل ستكون؟ فهمت إذا بالمنظر كدير. حسنا. حسنا. نرجع للسؤال الثاني. السؤال محلو عجبني بزيان. غاوة شوية ترز. بغيت ما ما خدمتش فيه. بشوية ما بحيتش فيه بزيان. لديش الوقت. آية ديلا. صورة المؤمنون والآية 100. اللي ذكرت فيها. آية 100 صورة المؤمنون والآية 100. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركتوا. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حسنا. حسنا. سوف ترجع للصورة كاملة. تفتلها بزيان. تفهم الصورة كاملة. عدد ترجع للآية. ولكن أنا قدر مستطاع. سوف نحاول نرى ما نفهمت فيها. ولكن قبل سوف نرى الآيات. دخلين اللي تذكرت فيهم من بعد. أنه أولا مستطاع السؤال بأنه يقول لي. كيف شح لما فهمت فيها الآية؟ فهنا فهمت فيها الآية. بأنه يرى من وراء برزخون. يعني إنسان لا يمكن أن يرجع. لأن هذا إنسان لا يمكن أن يتعر. كان من يجب أن يتعر. يمكن أن يتعر. قال ربي يرجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنسان لا يمكن أن يمشع. و لكن إذا فهمت الآية، رأى شرح السؤال تجاوبيها في الآية، سهل و لكن بشرط أنك لا تدخل شيء يسامع قبل لا تقوم بإمكانكم بإمكانكم أن تفهموا القرآن أو لا تفهموا تدخل نوترل تدخل نوترل لغة العربية و تدخل قواعد شرط قواعد لغة العربية و تبدأ تقرأ و تبدأ تفهم مئة في مئة في مئة في تقليل و تبدأ تفهم بشوية بشوية و تدخل معنى اللي يحطينه لك هما سوف تفهم و تراهيك كان لغة العملي الماء و تنساهل شرطاً و تنساهل شرطاً و تنساهل التطوير و تنساهل الشرطان و أنا لا يمتعني ما أحد شيء و أحياني و تنساهل و تنساهل شرطاً و أكيبت أن تنساهل أحد من المسؤولة و هذا المنام نضيف و هذا المنام نتشاهد من البعث إن شاء الله. نرجع للآيات التي فيها البعث. كله تلعب عن البعث. الآية التي مرضى فيها كلمة البعث. كنا وقال لهم نبيهم سورة البقرة آية ميتين وسبعة وربعين. وقال لهم نبيهم إن الله وإن الله بعث لكم طالوتا ماليكا. كنا في سورة آية ميتين وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. كنا في سورة جمعة آية جوج. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. سورة البقرة آية ميتين وسبعة وستين. ربنا وابعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. سورة البقرة آية ميتين وسبعة وخمسين. فأماته الله مئة عام ثم بعثه. النساء آية خمسة وثلاثين. وإن خيفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الآن عام الآية الثلاثين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوتين. لن نمو مخصي نقف على كل آية واحد دابة البعث هنا على حسب صياط الآية. كل البعث اللي هو معناوي وكل البعث اللي هو فعلي وكل البعث اللي هو عنده علاقة بالإنسان تقدر يموت والتي الله تخلقه والتي عاود يرسلهم. عنده علاقة بالتقموص هذا البعث هذا. واحد من السنف للبعث كان عنده علاقة بالتقموص. ليس أي بعثين في القرآن كلمة البعثات تعنيه. ما تلك البعث هو اللي هو يتجه، لكن يتجه بحل الإنسان يسللون القوم ديانه. ما سواء الأصدر والتي يتبعث لا يتبعثون يتبعثون بيعته مثلا في مغرب أو أمريكا يتبعثون بيعته في أفريقيا أو في البلاد أو في الاجتماع يتبعثون بيعتهم يتبعثون بيعتهم هنا يمكن أن يدخل التقمص من نوع هنا تقمص في أنواع من الإنسان يرجع ويجب أن يجب أن يتبعثون بأفريقيا ويجب أن يتبعثون بيعتهم يتبعثون الأول يتبعثون بالنسبة لأولئك مثلا الأنبياء الأنبياء أرى كلهم مبعوتين البعض العلماء يتبعون بشارية أرى أنواع ما يريد أن أرى هذا المسألة قبل حسب سياق الآية يجب أن نستطيع الوقت لا نستطيع أن نستطيع هذا 12 دقيقة لا نستطيع أن نستطيع ساعتين ساعتين وكل نوع تقمص ومن بعد لا نستطيع أن نستطيع ثم الصورة 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 عن عام وقالوا إن هي النساء أو كل أنعام وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوتين حسنًا المعنى لا تقصدون بها المبعوتين المبعوتين كما يستطيع أن نزل أولا هم البعثين المبعوتين من الحساب لا يمكن أن نصرح هذا الآية حساب وجنة وجهنم سورة الأعراف الآية 167 وَإِدْ تَأَدَّنَا رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَ مَنْ يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَدَابِ هذه الآية مهمة هذه الآية تقمص تقمص فيها تتكلم على الكتاب نقول أننا اليهود سوف يخرجون من أرض قدس أرض مقدسة حسب التفسيرات التي قالوا في التوراة ابن كاتير والعلماء السلاميين سوف يبعثن وكذلك الناس سوف يخرجون من ذلك الأرض كيف لا يبعثن الله وَإِنْ تَأْدَنَا رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَاتِ مَنْ يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَدَابِ وكيف يدعون أن يكون هناك آية آخر التي قلت بها على أي حال تقمص 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 وتعود أن يرجع تقمص 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 سورة المؤمنين التي نتحدث سواء ايام يام حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي يرجعون لعلي أعمالوا صالحا من فيما تركت كله إنها كلمة هو قائلها ومن ورائها برزخ إلى يوم النبعاث البرزخ البرزخ سأحذر البرزخ عندما يتضاع تأتخذ البرزخ الطريقة هي مختلفة عندما يتضاع تهاجد تفضل وعندما البرزخ يتم إخوص من عرم المزيد لا يوجد عدد الوقت لا يوجد زمان أو المكان لا يوجد عدد الوقت هذا هو البرزخ ما يمكنش يعيش معانا مثلا نجي خدم شو واحد ما تنعفه من عائتي يجي قسم معايا مخدرانا ويايا يمشي خدام ولا تمشي تخدام إذا كانت مرض طيب ما يمكنش تتعيشي هي ولا هو ما يمكنش هي ولا هو في الروح الروح نوترل روح ما عنداش ما عنداش الجنس نو جندر حسنا هذه الروح تدخل في نطاق الروح يسألونك عن الروح تولي طاقة عندما تولي الطاقة لا تستطيع تعيش معانا تتجاوب معانا البعديان نحن نعيشها 3D ثلاث أبعاد نعيشها ما يمكنش هو هذا كله برزخ تفاهمنا ليس البرزخ أنهم اللغتان إلى يوم يبعثون يعني حتى يرجعوا من يكي يرجعوا توقع التقمص هذا كل البعث هذه الآية حسنا 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 كلا يعني لا تتبين يعني هو قائلوها هو قائلوها تترجع على الإنسان الذي يريد أن يرجع أرجعون لا 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 نرجعك و نبعثك و كلمة البعث يكون الله الذي يقوم بها و كلمة البعث يطلب أن أرجعني لكن إذا أحضر أحدكم الموت يعني باقي ما مات كلا إنها كلمة هو قائلها هنا الأيش و تريكي صعيبة صعيبة كلا إنها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزاخون هي كما كانت شهد الواو و من ورائهم برزاخون كما كانت شهد الواو نقدرون أن نقول هذا كلا إنها كلمة هو قائلها نقول هذا هو هو الرجل الذي حضره الموت كما كانت شهد الواو و من ورائهم برزاخون هنا كلمة ستعود لله لماذا؟ لأن لأن الكائسة تعني كلمة في القرآن كلمة في القرآن وهو قائلها نقول هو قائلها قائلها مثلا تنقول في سورة الكهف سورة الكهف ويندر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرة كلمة لخرجوا من أفواههم ويندر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ويندر الذين قالوا فعل ماذا؟ ويندر الذين يقولون يقولون سمعوا زيان رأي شيء رساه البسيط وهو لبت المعنى للقرآن وهو هذا البسيط اللي تتهملوه انتوما كي كتبقوا تشوفوا غير سخرافة بالكتابة والأقوال والشح تشوفوا البسيط كنهملوهم كلا يعني والذين قالوا وكنا الآية اللي تقولوا اللي تقولوا على عيسى قالوا بأن الذين قالوا اتخذ الله ولدا اوكي القول هنا قالوا قالوا راهية كتبوه وطبقوه ونفدو ماشي ماشي قالوا يعني غير غير كلام تدخذ من الأفواه مهمتو واني كتكون هاديك اللي قالوا تتين بحل بها بحل بها الشي اللي واقع لبديل هاد الفيروس دي كورونا مثلا تطبقوا هذا تسمى قالوا فقالوا انت داروا قوانين مثلا امريكا داروا سكس فيت ستطل الأقدام مسافة تقريبا على ما تحجزو جميع تخلاروا تقريبا ما بين ما بين ستتصفوا ذاك شي قالوا قالت شي الدستور قول ذاك كي هم اللي غادي تحاسبوا اللي داروا ذاك شي يكتبوه يكتبوه في الإنجيل وسحرفوا بأن قالوا عيسى بن الله ذاك يكتبوه هو القول سمتوه ماشي الناس اللي غادي ها تزاد هو تزاد في عائلة مسيحية يقولوا لي ها داك ها داك ها داك راتي هدروة كمت يتسمس القول اللي تكره القرآن اكي الوغا اه اه وكين في صورة كاف كمتكت هينجول الذين قالوا اتخذ الله ولده وربطنا على قولي بهم وربطنا على قلوبهم اذا قاموا فقالوا ربنا اذا قاموا فقالوا ربنا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله اذا قاموا قوام قاموا قاموا ماشي كانوا في الكهف الكهف صورة الكهفة كلها ما كناس اكزيزت صورة الكهفة غير غير مجازي بحلا قلتي رؤية واحد شاف رؤية فهمتي مزازية بس تخلص منها معاني حسنا حسنا فربطنا على قلوبهم اذا قاموا اذا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها آخر لقد قلنا لقد قلنا سورة الكهفة عندك شابوا بزاف في القافية وبعض الكريمات وفي القافية مع سورة الجين حسنا حسنا يبغى يفهم سورة الكهفة ويفهم سورة الجين حسنا يقرأهم جوج تتعاونهم كتعاون حسنا حسنا كما قلت تكلمت على سورة مريم وصورة الكهفة وصورة بني اسرائيل حسنا 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 قاموا فقالوا قاموا وراء الفتيا قاموا قوموا بدأوا تقويم بدأوا تنسيخدموه فقالوا فهمتي بدأوا تطبقوا بدأوا تدروا قوانين تخلقوا قوانين جديدة دي الله مشي قوانين اللي جا 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 سمع هاد هادو القبيلة ديالهم ولا البلاد ديالهم ولا هادو 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 المسألة هادي فهمتي على وغل القول الاية اية صورة المؤمنين الاية ميان اه كينا 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 حاوتنا نعرف السياق دياله في الاية كينا حرف مختص مختص بنا في الجواب هل ذهب الولد كينا لم يذهب كينا حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب كينا كينا حرف زجر وردع واستنكار يجوز الوقوف عليه والابتداء بعده كلا سنكتب ما يقول قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا انا معي ربي سيهدين كلا تكون كلا تكون عندك المعنى للزجر والردع والاستنكار ويجوز الوقوف عليه والابتداء بعده هدية كلا اللي اذكرت هذه الآية قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخون الى يوم يبعثون الى يوم يبعثون يوم يبعثون يوم يتقمصون لان تتقمص كلما ما يرغبوا في القرآن ما يرغبوا كلمة خيبة كلمة وما يراك بعد الان في القرآن قال hablاء اببعث التقمص وعندما تكون اببعث بدون الله يجعون هذه الحياة لم يجد وعندما فقد نساء والنسيان فهو فه VA يخبر بإقربة نسيان عملية كبيرة نسيان تستطيع تعرف هذه الحاجة لا تتطبقها نسيان تستطيع تعرف القانون ان توقف نسيان في القرآن وموقفتيش نسيان تستطيع التقموص القادر قادر وموقفت ولكن السياق ال ايات قدر وقمص الى فهمتوا سياق ايات. ما بويتوا ستسمع. ما كنت سمعوش لانها دريجة حتى نمتز حروكم. وما جدارو. كيف اشرح عليكم بالدريجة بالعامية. جدارو القدار مع التقمص. بحل قلتي اه سيارة تنوبيلة بيم. بيم دابليو. السيارة اسمية بيم دابليو تنوبيلة. . لديه الانجين ديالها. لديه الموتور ديالها. sûr الانجين ديالها. لديه البردمui تقول المركة. وضعوا مرسيدس وضعوا مرسيدس وضعوا مرسيدس وضعوا مرسيدس وركنيها للدخل ديها بعم دابريو ما نوقع عليكم نحن نقفلها كثيرا أنا طابت محدود أنني عرفت مرسيد لا أعرف شرطة نقول الله مرسيدس فإذن أقلت سيارة نحن ننصر بلها يقولون من مرسيدس لن تريد التفتل حتى انظروا مرسيدس وقاموا مرسيدس وقت تريد تأريد مرسيدس ولكنت أرادة مع تأتيت ميكانيسية ومع تلك المنورات ومع تأتيتها يقولك ادرى مرسيدس ايه. ادرى بم و ليس مرسيدس. اقول لا لا اريد ايه اشري تعطاهني اذا كلا. هادى الشيء اللي داروهما الغلاف. الغلاف اللي على بره داروه. دارو مرسيدس و لكن الداخل ديالها بم و. و كل داخل دياله والآيات. و السيق دياله الاسيان يرجع الآيات وشوف السيق الآيات و اذا كشف انتي. انا ما انتكلمش على الناس اللي عارفين هنا في الغرب كل شي تيها بره. كل شي تتضر مع الغلافين كنا و شو تيقولك اه. سواء مسيحي ولا مشي مسيحي وش متدهين و ما شو متدهين و ما شو متدهين. نحن احتل جبريل و هادو العلماء. هادو اللي تيقوله علمانيين و اللي تيقولك انا ما تنآمش و تكش تاوره ما تعرف شراني وش العقلية. رو خاتي قلت بدي سب. بدي سب الدين. ارد انت راك بحال هاداك المتدهين. را ما عندك شو فرق. راك بحال هاداك المتدهين و عاجبه يتظاهر انه و متدهين و تياخد دكش اللي قالوا ليه. و انت كتعير. راك بحال هاداك المتدهين و تياخد دكش اللي قالوا ليه. نقف هاداك قريب واحد ثلاثين دقيقة و طويل. و اذا شرح غير من البعد نقدر كلها ايان نشرحها بوحدها شوية. تبغي الوقت ستبغي شوية الوقت. انا ما عنديش الوقت. بالفعل. انا ما عنديش وقب بزاف. يعني. اه. اه. بكين اين ايات اللي مش عن مشروحين غالطين بزاف با ما غالطين بزاف. نقف هنا ويعني يعني إنسان بدي يطرح لي شي سؤال وهو بغي تتعير ولا بغي يعني قبل ما يطرحه نحيده وما ننقش نخليه وإلا كان شي واحد يطرح سواء وخي نقدره يقول لي ما بتافقش معاك أي مطابع لحال يكتب مثلا كدسان واحد حاجة يقول غلط يصلح لي الغالط من الواجيب انك انا غلط تصلح لي انت الغالط انت قد انا غلط قلت واحد الخطأ هنا غلط تصلح مرحبا ما تبدأش تتعير ممكن انت تعير واش ممتلك تقول لي اللا وانت تجيب ليش حوج خاصة بحياتي انا بعد ما عنده السوق هذا مفرز عليك بس كان صراحة ممتلك لا شادش بدأ انت إلا انت تقلب علي انت مصير مسخر مسخر شي شي شيطان اكي وانت صح غلط متافقش معاك سيقول لي انا متافق معاك علاش وعلاش وعلاش ممتلك ولا ما متافقش معاك ورش على اللور ممتلك ممتلك ولا تقول عليها ستفسر ماشي تجيكة بدأت تتطرع على واحد حاجة اخرى تقول انت مو الحيد واشانا قلت انا انا متل حد بحال الحاجة اللي ما لقيناش واحد الممتل حد بحال التفسير غالط متل ما تنقامش بي ما نقامش بي اغوه غالط ممتلك وكي كل حد تقول ان الله ما كنش انا متنقوش الله مكان سنقول الله ما كنش تك تفسير دي الله اللي قالوا انه ورا ولي ما كنش عندي انا وكن انا عندي يتفسير الله عندي يعني ماشي غاتي تقولي زعماراني مو الحيد عندك غارة اخر تباغي غاتي عارفني انا شكورة وانا ما عارفني اشكورة مدام مسخر انا ما غاد يش تعارفني مدام انت مسخر هذوك اللي هذوك اللي اغتصبوا لك العقل ديالك ما غاد يش تعارفني لان انا هذوك هما هذوك هما هذوك جيه وانا جيهة وانا انا هذوك اللي اغتصبوا لانا انا هذوك اللي يقوم بسميته يبغى يسمعي عقب بقول هذا انسان را تيغى انسان را ماشي ملائكة تيقتري غلط فهمتي لكن قادرة التقموص هو القادرة وقادرة ان الانسان تيمشوا وتيرجع انا اكبر كتبان انا عرفت ان هذا القادرة ما تش كم تش بي ما تش بي ما تش بي انا جيه واحد يجيب لي واحد في مكة كي يصليب الناس خمسة صلاوات ما تش بي صافي 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 سهلة سهلة القادرة يعني التقموص هو كين كان عيشوه كان عارفو الناس هنا تي عارفو لي ديطاعة تيبو كانت كنت في ذلك حياتي وكيفاش وكيفاش ومشاوه وقاوه بان قاوه الناس مشاوه وصافره وقاوه بان ذاك الفلاصة اللي كان فيها راسحي حاب اسمية دي العائلات وانترالي صغار قام في الهند وانتي تقات الجهاز بدأت تقرع علي تقرر بيقول اللوجي ديال هذا قاعدة جيوش قاعدة اللي جات من الآسية الصغارة كلهم جاء ودخلوهم وملي سحرحوهم تنعركوا تبلي يقولك عن هذا عن هذا مجاهد وفيما تكون شي كتبات يكتبون ذاك مجاهد جاهد فينا وانتي وهو مهمة ل عندما نتحدث عن بعض الآيات هنا نحاول نختصر من الغرب سفي عام شكرا على الاستماع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر